مثلت سبل ترغيب اليافعين في المطالعة والاستفادة في ذلك من الوسائل الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي محور الندوة الفكرية التي انتظمت تحت عنوان عزوف اليافعين عن المطالعة وذلك ضمن دورة التاسعة والعشرين للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالقيروان الكتاب هو في فترة تنافس شديد مع وسائل تكنولوجيا الحديثة لكن دورنا وقدرنا يزمن النظر من أجل رد الاعتبار للكتاب رد الاعتبار للمكتبة تحفيز القارة تحفيز التف اللي فهمتين ومنشدوه للمكتب ذومة التربوية أو الثقافية يجب أن تنتهج نهجا قويما من أجل إضفاء المعنى على الكتاب وعلى فعل المطالعة رأي هي المشكلة في الولي في البداية في المدرسة الولانية في الدع الولي يجب أن يقتنع بدور الكتاب ومفهوم الكتاب وشنو يعمل الكتاب هذه الندوة التي صلطت الأضواء على أسباب عزوف اليافعين عن المطالعة طرحت جملة من الحلول لتحفيز هذه الشريحة على القراءة نظرا لأهمية الكتاب في مجابهة السلقيات السلبية الناجمة عن سوء استغلال وسائل التواصل الحديثة كسر هذه الجدران بين الوزارات بين وزارة الثقافة ووزارة التربية ووزارة المرأة وأذهب حتى أبعد من ذلك إلى وزارة الصناعة لأن الجميع عبر الكتاب نستطيع أن نصل إلى الحلول ثم رسالة إلى وزارة التربية ووزارة التربية عليها أن تتدارك وضعها وأن تلحق بركب اليافعين والأطفال والشباب الذين يستعملون كثيرا وسائل الاتصال الحديثة فتجعل صفحات رسمية مدعمة برغم أهمية الندوة إلا أنها شهدت غياب الطرف المستفيد من الموضوع وذلك يعود بالأساس إلى تزمنها مع العطلة الصيفية واهتمام الأطفال والناشئة بالمصيف والترفيه ترجمة نانسي قنقر